الحمل واضح انه هو مرت بصروف قاسية الفترة اللي فاتت والنهاية كانت نهاية مؤلمة مؤلمة شديدة القلم يعني زي ما تقولوا كده ايه جابت جابت اخيركم يعني اللي هو مفيش بعد كده قلم شديد 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 حلم من الممكن تكون فيها غدر حصل غدر حاس ان هو تغدر به ضربة ضربة جديدة حصلت ضربة جديدة خلتك افقاد التوازن على اقل التقدير الا اذا ما كانتش يعني خلتك تفقد الامل تماما يعني حاجة فضيعة حاجة شنيعة لكن واضح ان الحمل صبر صبر وانت متحمول يا حمل فعلا على اسمك انت متحمل كتير جدا متحمل قلم شديد نتيجة الغدر اللي حصل فيك ده او الطعمة اللي جات لك دي وممكن تكون جات من كزا جهة مش من جهة واحدة لكن انت صابر ومستني حاجة مستني بقى ان شاء الله انه ربنا يعود الظلم اللي حصل ده ويرد يرفع عنك الظلم ده او يرفع عنك اللي بتلق ده صبرك واضح واللي بيصبر اكيد بينول اكيد ومفيش حق عند ربنا بيروح يعني ايا كان بقى اللي حصل ده طعنة دي بس ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيردلك هيردلك حقك باذن الله شايف انك انت قررت تبعد عن المشاكل وبتديها ظهرك خلاص اللي يحصل اللي يحصل زي ما تقول كده ايه قررت تدي ظهرك وتمشي تبعد عن المشاكل كلها وانا يعني اقايت ده جدا خلاص في حاجات معينة مشاكل معينة كده بتوصل ايه خلاص ملهاش حل هتعمل ايه اديها ظهرك وتمشي واضح كمان ان عندك اعباد وعندك مسئوليات شديدة جدا وانت لازم تعدي بالناس اللي معك دي اللي مكان اهدى ومكان اكسر امان او اكسر ايجابية فانت فعلا بالفعل بتعمل ده ماشاء الله عليكم بجد حاجة حلوة جدا وشكل الحالة التقلب والمشاكل دي انت فعلا بعدك عنها ده هيحل المشكلة هو ده هو ده اللي انت محتاج بعمله اديها ظهرك وماشي ان شاء الله رايح لحتة احسن بكتير اه كينج اوف كابس اه شايفة قدامي اه سوري نايت اوف كابس في مشاعر بتحصل من اما منك او او من شخص قدامك يعني انا شايفة انه في حالة ابروتش حد لا هو حد بيقرب لك بمشاعر اه فيها حب اه خطة بطيئة شوية ما هيش سريعة الخطة بتاعته فيها تقامي شوية انما في حد بيقرب منك ده بالنسبة للناس السنجل اللي لسه مرتبطوش ممكن يكون في حد بتادي يقرب منهم اه زي ما تقولوا واقف جنبكم في الابتلاء ده بيحاول يقرب منكم اه بيحاول يساعدكم او يخفف عنكم اللي بيحصل ده بحب اه للناس اللي اه اللي مرتبطة بالفعل ممكن يكون شركهم بيعمل كده فعلا وبيحاول انه هو يهون عليهم وياخد بأديهم اه حاجة حلوة جدا جدا اه شايفة فلوس بتجيلك من شخص كبير ممكن يكون اه ورس او اب او ام بيساعدوا بيمدوا قديهم بيساعدوك في شخص بيمد ايد العون لك حد اكبر اه ممكن يكون زي ما قلنا ابا او ام او مدير في العمل بيمدك بالفلوس لان الحالة المادية عندك كمان واضح انها طلع نزلة واللي جاي رايح مش عارف تجيبها من هنا تبوز من هنا تبوز من هنا ففي حد حيساعدك وحياخد بايدك ان شاء الله اذا ما كانش حصل بالفعل كل ده بيحصل وايس جدا اه باذن الله ان شاء الله هتقف على رجلك انا شايفة قدامي بقوة اهو كينج اوف سوردز اه تعالى 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 ولد التاع انت تكرى على الله تكرى على الله اه قوة هتبتدي تقوى يا حمل والدربة اللي مبتموش بتقوي وانت مية في المية 100% هتقوى ما شاء الله قوي وحتبتدي تاخد قراراته معهمة و اه و هتكون جامد دق بعض هتوري بقى وش جامد تعرف تصد بيه الصدمات اللي عم لو بتحصل فيك دي هتقوى جامد جدا والظلم اللي حصل ده باذن الله هتبتدي يعم يقم حيترد بالفعل بسرعة شديدة جدا او حيتبن بوادر ان الزغم ده حيترفع من عليك او ممكن يكون عندك حاجة قضية حاجة في القضاء حاجة في الحاجات دي ان شاء الله ربنا حينسفك فيها وهتخرج منها باذن الله منقصر لما هتحس قوتك وقوتك هتبتدي بقى اللمبة هنا تنور تبتدي تقول لأ لشانا لأ هتبتدي بقى ايه يجي لك الموتباشن فرص هتبتدي تظهر قدامك او ممكن فرصة هتبتدي تظهر قدامك وانت هتعرف تستغلها ان شاء الله كويس جدا 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 صحيح ممكن تزود اعبائك وتزود مسئولياتك والحاجات اللي فوق ظهرك انما هتعملها بطموح هتعملها بروح ايجابية بطاقة فيها تفائل وفيها عناد هنجح يعني هنجح دي طاقة نجاح ان شاء الله عندك كلها الساحر الساحر مع العصى والسيف والدرهم والكاس انت عندك كل الاساليب اللي ممكن توصلك للنجاح السيف القوة الدراهم الحلل المادية او الشغف او الرغبة في الوصول للحلل المادية الاحسن عندك قلب كويس ومشاعر حلوة هي كوبات ولعصى تحمل المسئولية والصعاب انت تعرف تتحمل الصعاب هتستعمل كل الادوات اللي في ايدك دي انك تحول اي حاجة قدامك لنجاحها فارجوك يا حمل لو انت فعلا وانا شايفة كل الناس ما تقولي ايه يا صح الطعنة اللي انت اخدتها دي او الغدر اللي حصل ده او اي ان كان الالم اللي جابك ارضا ده طرحك ارضا ده انت هتتغلب عليها اذا ما قلت الشكل دي تغلب عليها فعلا اجمد اهو اجمد بصوا الشاي السيف وقاعد ملك ولا يهمني انا بتعلم من اخطاء انا بعرف ناس على حقيقتها علشان اعرف بعد كده قيم النصح فمش عايزك تقلق المتاعب او الحمول اللي عليك المسئوليات اللي عندك دي حاول انها تخففها شوية لان هي فعلا تزيادت عليك الفترة دي حاول تأجل حاجات حاول توزع مهام شوية لان عندك اعباء او ممكن تكون عقبات كتيرة شوية تحاول ان انت تطلب المساعدة بس المساعدة جاية المساعدة جايلك من الشريك باذن الله بيمد ايده ليك بالمساعدة معنوية حتى لو كانت ممكن تكون المادية زوج بيساعد زوجة بتساعد في حد بيمد ايده ليساعدة ليك ان هو يساعدك تعدي ان شاء الله الازمة دي بتعدي ان شاء الله معدي خلاص ارمي ورا ظهرك ارمي ورا ظهرك كل فترة ان شاء الله جايلك حاجات كويسة البداية الجديدة مش ظهرة قوي لكن انت انت بترسم لها انا مش واضح عندي بداية جديدة انما انت على بتاخد خطوات ان انت تروح لها اجمد يحمل الحمد لله كويس جدا يوسف بشكرك الصعب عد خلاص الحمد لله عد خلاص الحمد لله وعديته وعديته يعني متمسكين وكملوا بالتماسك ده لان ان شاء الله هتحولوا كل شيء قدامكم لنجاح باذن الله يلا نشوف الحالة العطفية بسم الله الرحمن الرحيم يلا بسم الله اه تماما اه ما شاء الله ماشاء الله بسم الله ماشاء الله بصوا حبايبي اللي انا شايفة اه حالتك دلوقتي ايه حمل انت في حالة حيرة جديدة محتار يعني انا مش عارف انت محتار في ايه يعني محتار مش عارف تعمل ايه انت واضح انت مش عارف تعمل ايه نفسك تقدم لشركه حاجة عايز تقدمله حاجة عايز تقدمله حب عايز تقدمله مشاعر تقدمله مساعده تقدم له عرض تقدم له حاجة الحمل عايز يقدم حاجه لشركه وشايف شركه ازاي الحمل شايف شريكه بيتغير او مسافر بعيد شوية او شايفه منتصر شايفه في حاجة ياما بيتغير ياما بيسافر ياما منتصر في حاجة حصلت له عنده طاقة انتصار شوية الطاقة ما بينكم فيها شوية حاجات مخفية بمعنى ممكن تكونوا مش بتصرحوا بعض بحاجات ومش بهدف ان انتو بتخبوا لا بهدف ان انتو في حالة كتمان ان كل واحد شايل في قلبه اللي بيزعله وساكت ما بيتكلمش عنه ففي حالة من الحاجة المستخبية فاهمين قصدي وحاجة فيها لهو ايه مفوضين امركم لله كل مفوض امره لله وما بتتكلموش او حد فيكو ما بيتكلمش زي ما تقولو مش عايز تشايله همك يمكن تكون حس انه مش هيفهمك او كده فعشان كده يعني بتخبي كل حاجة شايلها جواك وساكت او ممكن يكون كمان ده الطرف التاني شريكك بقى حالته عاملة ازاي شريكك متكتف بمعنى مش عارف يسعلك مش عارف يعملك حاجة متكتف اولا هو مش فاهم مش شايف القلم اللي انت فيه لان انت مخبيه بس هو حاسس ان يفيه حاجة بس ايه هي الحاجة هو مش عارف مش شايف ومتكتف ومش عارف يعمل ايه نفسه في ايه نفسه يسعدك نفسه تتلمو لو انتو لسه مرتبطوش نفسه في ان انتو ترتبطو وتبتدو عيلة جديدة لو انتو مرتبطين قره دي نفسه العيلة دي تبقى عيلة سعيدة ومتربطة يعني قريبين جدا من بعض ده اللي نفسه فيه شريكك شايفك ازاي شايف حالتك هو شايفك تشفك مظبوط انت متبهتل متبهتل قلم شديد شديد يعني فوق الوصف بس مش عارف يعملك حاجة زي ما انتو شايفيني واقف مش عارف يعملك حاجة دلوقتي في حالة صبر حالة انتظار حالة تقييم الموقف بتحاولوا تقيم الموقف بعدين شايفة فرح ده يعني ناس ده مرتبطوش اللي لسه في يعني بياخدوا خطوات للرتباط الرسمي ممكن يكون ده اعلان خطوبة او اعلان حاجة فيه انتصار على حاجة لو كان ظلم واقع عليك بإذن الله احتفلوا بانتصار والناس بتبارك وانتو يعني زي ما تقولوا الروح بترجع لكم كده حاجة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا وبعدها بإذن الله يا رب يا رب ان شاء الله يعني والله اعلم اتنان زواج بالفعل الناس اللي مستنيه حمل ان شاء الله في حمل الكارت ده جميل البداية جديدة جاية يا جماعة اهي ace of cups كلام ده في حوالي شهرين كمان مشاعر جديد بتتحسوها الدنيا حاطلطف بقى وانا بقول ان الكارت ده يا جماعة دي ايد ربنا اهي ايد ربنا بتتمدلك الامنية اللي انت عايزها او الحاجة اللي انت مستنيها ان شاء الله هتحصل في حاجة كويسة جدا جدا هتحصل لان بعد المصيبة دي المصيبة دي ان شاء الله ايد ربنا بتتمدلك لازم ولا بد مفيش مفيش كلام بإذن الله في حاجات كويسة نصيحتي ليكم يا حمل جيكت عايزي ساعدك بس هو مش عارف ساعدك ازاي لان هو مش فاهم فيا ريت لو تقدر تفهمه انا عارف ان فيه اوقات معينة الواحد بيبقى فعلا مش قادر يتكلم من كتر القلم يعني القلم اللي بيزيد قوي بيبقى شديد قوي او الصدمة بتكون شديدة قوي بيقى مش قادر يتكلم ولو فرضنا ان الصدمة دي جت من الشريك هو بيبقى اول واحد بيبقى مش عايز يتكلم معي بس نبنصحكم ارجوكو حاولوا تتكلموا وتقولوا اللي جواكم عشان الشريك يحاول يساعد لان هو فعلا عايز يساعدك بس مش عارف وانت جواك مشاعر عايز تبينهاله بس انت في حاجة واجعك قوي فمش عارف تطلع على المشاعر دي يا جواك موجودة حبك موجود لشريكك يعني شريك الحمل شريكك بيحبك لكن في حاجة منعاء ان هو يتكلم ويقول المشاعر اللي جواه لان هو عنده قلم شديد شديد جدا فليز تكلموا حاولوا الحاجات المستخبية دي بقت خلاص الستاري ترفع وكل واحد يقول اللي جواه دي القراية العطفية البرج الحمل قراية حلوة نهايتها باذن الله يا رب ان شاء الله حاجة في مده الجمال فرح باذن الله جاي احتفال في حاجة حلوة جدا وزي ما قولنا اتمام زواج او خطوبة الناس اللي مرتبطين المتجاوزين ممكن يكون في حمل لو كل ده موجود فهي ولادة مشاعر جديدة بمعنى هنبتح صفحة جديدة باذن الله ربنا يسعدكم ويفرح قلوبكم دايما يا حمل ان شاء الله معلش عدينا بفترة صعبة بس ان شاء الله باذن الله ربنا هيعودكم خير ان شاء الله اكبر ماشاء الله يا لارا حلوة جدا ده في حاجات حصلت بالفعل كويس قوي 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 الحمد لله زي ما قلتلكم اللي حاسس منكم اللي حصل وقع عليه ظلم باذن الله باذن الله انت صار قريب قوي ربنا ربنا ما بيصفش حد مظلمين ان شاء الله لو بعد مئة سنة هيرد عنكم الظلم ده ويرفعوا عنكم ان شاء الله اوكي تعالوا بقى ناخد الاسئلة في رجوع ولا لا للحمل اللي انفصلوا اوكي بسم الله الرحمن الرحيم بإذن الله في رجوع الناس اللي بتطلقوا او على مش هارف طلق والحاجات اللي بتحصل دي عينة بتتلم الناس اللي لسه متجوزوش بإذن الله حيتموا جوازهم يبتدوا بعيلة جديدة ان شاء الله بإذن الله ربنا يفرحكم يا رب تعالوا نشوف الحالة المادية هل هيحصلت بيها اي تغيير بسم الله الرحمن الرحيم لا بصوا ما فيش حاجة تغير في الحل المادية والله اعلم والله اعلم الحل المادية ممكن تكون لسه مزنقة بس زي ما قلتلكوا في مساعدات جاية معلش نساعد بعض نساعد بعضين يا جماعة نساعد بعضين ان شاء الله هتبقى الدنيا احسن نشوف هل في انتصال او لا في برج الحمل الشهر ده بسم الله الرحمن الرحيم هو لا ما فيش انفصال لكن واضح ان فيه طاقة من العقلانية يعني نحين المشاعر شوية وبنفكر بالعقل بس ناسين بقى الحب والهيام والحاجات دي ركنها على جنب الحمل هو الحمل بصراحة طبيعته كده عملي جدا بس فراء مفيش ممكن يكون فيه عقباط او مشاكل انما فراء مفيش ممكن يكون فيه عقباط او مشاكل